انا لا اؤمن بالصدف انا اؤمن بالتوقيت الالهي انا ولدت في عائلة مسلمة متدينة والله كان لديه خطة خطة رائعة انا كنت محبطة وفي اليوم الذي كنت سأنهي فيه حياتي يسوع اعلن نفسه لي واعطاني حياة جديدة واذا صليت معي اليوم واذا امنت معي الله سيعطيك حياة جديدة اليوم يسوع المسيح حقيقي هو يغير حياتك هو يغير مقصد حياتك ويغير امم وهذه الامم ستغير العالم اصدقائي العزاء انا اسمي ايشك عبلا اهلا بكم في برنامجنا انا كنت قبلا مسلمة لكن يسوع المسيح غير حياتي ومن اليوم الذي فعل فيه ذلك صار لحياتي هدف وهدفي ان اكرز بيسوع واتكلم عن اختباري مع كل الناس اما اليوم معي في السيديو ضيفتان مميزتان جدا ضيفتان غير الرب حياتهما ومصيرهما تماما كما فعل معي فعل ذلك معهما والرب يسوع المسيح يستخدهما فهلا بقوة في العالم وفي المنطقة التي يعيشون فيها واريد ان اعرفكم عليهما انهما امرأتان شجاعتان واني امتاز لا بل شرف ان استقبلهما اليوم لكي يشاركان قصتهما انا اؤمن واصلي ان تكون اختبارتهما والسيرة حياتهما مشجعة لكم كي تكونون ثابتين في المسيح يسوع فالرب يعمل هو يعمل في الشرق الاوسط هو يعمل روحه القدوس يعمل في كثير من انحاء العالم الذي لا يستطيع عقل ان يتخيله لا احد يقدر ان يتخيل كيف لكنه يعمل ونحن نشكر الرب على ذلك الان اريد ان ارحب بضيفتي مريم ومرزي اهلا وسهلا كيف حالكما شكرا لكم جيدا شكرا لكم كثيرا لانكم معي هنا اليوم شكرا لدعوتك لنا قرأت كتابكما واود ان اقرأه مرة بعد مرة لان فيه قصصا مهمة جدا ولا اريد ان تفوتني وعندما قرأت قصصكما تأثرت كثيرا وامن بان ملايين الناس سيتأثرون بها في قلوبهم هذا هو صلاح الرب يسوع لكن قبل ان استرسل في الكلام اود ان اسمع اختباركما اولا اريد ان ابدأ معك مارزي هل يمكن ان تخبرين باختصار عن اختبارك؟ بالطبع انا من حوالي 14 سنة تقريبا اهتديت الى المسيحية اتذكر عندما كنت طفلة لطالما احببت الله واردت ان اعرف واكتشف المزيد عن الحق فعلت كل شيء لأكون قريبة منه لكن بما اني ولدت في عائلة مسلمة كانت الطريقة الوحيدة لكي اعرفها الرب هي من خلال تعليم الدينية الاسلامية في الكلية لطالما كان لدي العديد من الاسئلة علم الاسلام والشريع لم يستطع ان يعطياني اجوبة وكنت ارى الرب دائما كاب قريب مني اكثر من كل افراد عائلتي لانني امنت بان الرب الذي خلق جسدي كان اقرب الى قلبي اكثر من جسدي وعظامي لم اكن اؤمن بتلك المعتقدات الخاطئة الموجودة في الاسلام الصورة الموجودة في اذهان المسلمين هي انه شخص مسيطر على حياة البشر ويعاقبهم على اصغر الخطايا هذه صورة مروعة للرب انا لم اكن اؤمن بصلاة السجود اليومية في الجامعة عدة مرات امام الله الذي هو بطبيعة الحال في قلبي وكانت لدي عدة اسئلة عن لماذا يجب ان اكلم الهي باللغة العربية بدلا من لغة الاصلية هل لان الرب لا يفهم لغة الاصلية او لماذا يجب ان اصلي له كأنه هو القائد العظيم او المسيطر علي كانت تدور في خلدي اسئلة كثيرة كهدين السؤالين لكن الاجوبة التي كانوا يعطوني اياها في المدرسة لم تكن مقنعة وبعد التفكير والتطقيق قررت ان لا اتبع ديني اي دين الاسلام واجئت الى خلاصة بان اهم شيء في ان اكون مؤمنة بالله هو ان اتبعه بقلبي رائع مجدا للرب والان ساتكلم مع مريم هذا رائع الان مريم كيف اعلن الرب عن نفسه لك هل اعلن الرب نفسه لك اولا او هناك شخص كلمك عن الرب ما الذي حدث بينك وبين يسوع تعلمين كما حصل مع مارزيا منذ ان كنت طفلة لطالما كنت ابحث عن الرب ولطالما اردت ان اكون في علاقة شخصية معه كان قلبي وكياني دائما في عطش للحق ولمعرفة الرب وكل افراد عائلتي يعرفون جيدا هذا الحب الذي احبه اياه كما تعرفين انا من خلفية اسلامية وكبرت في بلد تمنع فيه القوانين والانظمة الدينية الناس من معرفة الحق وهذا يبدأ من طفولة الاولاد مثلا في المدارس يجبرون الطلاب على قراءة القرآن وكتب اسلامية اخرى والصلاة في المسجد باللغة العربية لكن لا يسمحون لهم بان يطلعوا على ديانات اخرى وخصوصا المسيحية كل ما اخبرون اياه في المدرسة كان ان يسوع هو رسول المحبة والسلام ولا شيء اكثر لكنني اتذكر ان اسئلة كثيرة كانت تدور في ذهني مثلا ما هو الحق من هو الرب وكيف يكون لدي علاقة حميمة معه وكما قالت مارزيا لم افهم ابدا لماذا يجب ان اتكلم مع الرب بلغة لا اعرفها ابدا اقصد العربية فلغتنا هي الفارسية وكانت لدي اسئلة عديدة اخرى عن الاسلام وشرائعه الذي جعلني مشوشة ومحبطة لقد كنت اتوق الى ان اجد الحق لذا درست وقمت ببعض الابحاث عن ديانات اخرى قرأت الترجمة او التفسير الفارسية للقرآن وقرأت بعض الكتب من ديانات اخرى احيانا كنت اصلي في المسجد صلاة اسلامية واحضر اجتماعات الديانات الاخرى من وقت الى اخر ايضا لكن ما من اجتماع استطاع ان يساعدني ويشبع عطشي عندما بلغت السابعة عشر من عمري اصبت بخيبة امل بالكامل ورأيت انه من الافضل ان لا اتبع اي دين لانني تعبت من قواعد لا معنى لها ابدا كانت مجرد قوانين دينية وتعبت من رب بعيد جدا ولم اكن استطيع سماع صوته اذا اخيرا توقفت بالكامل عن القيام بالابحاث وكنت كلما وجدت وحدي خصوصا في الليل كنت انظر الى السماء واطلب من الرب ان يعلن نفسه لي وان يتكلم معي اتذكر انني في اوقات كنت اتكلم مع الرب ساعة وساعتين بلغتي وكنت حقيقة استمتع بهذه العلاقة بعدها ادركت ان هذه الرغبة الكبيرة التي كانت لدي وضعها الرب في قلبي انا اذهل عندما اقرأ كتابكما واقرأ عن خدمتكما بين المميسات منهن فقدنا ازواجهن ولم يكن لديهن خيار ثاني للعمل الا الدعارة لكن بيسوع المسيح اصبح لديهن امل وذلك بفضل خدمتكما للمسيح وكل شيء اخبرتماني عنه حول خدمتكما في ايران هي خطيرة جدا صحيح في بلد اسلامي كهذا ما تفعلانه هو ضد القانون ليس كذلك؟ نعم لقد اعتقلون بسبب خدمتنا هذه بعد ذلك ماذا حدث؟ في صباح اليوم الاول تلقيت مكالمة هدفية غريبة من شخص لا اعرفه وسألني عدة اسئلة حول وثيقة بطاقتي وطلب مني ان اذهب الى قسم الشرطة وبسبب هذه المكالمة غير العادية اتصلت بصديق الذي كان محاميا وطلبت منه بعض النصائح بخصوص ماذا يجب ان افعل وطمأنني بان لا مشكلة وبانني استطيع ان اذهب الى الشرطة وهذا الذي يحصل هو طبيعي فذهبت الى هناك واخذوا كل بياناتي وكبلوني وقالوا لي انت موقوفة لانك السرط مسيحية ولانك تبشرين ثم اخذوا كل ما املكوا وقالوا انه يجب ان يأتوا الى بيتي ليفتشوه وارسلوا ثلاثة مفتشين معي لكي يفتشوا بيتنا من دون اذن او من دون مذكرة التفتيش واخذونا انا ومريم الى قسم الشرطة وهم خربوا الشقة كلها واخذونا الى مركز الشرطة مع كل ممتلكاتنا كالاقراص المدمجة والكتب وكل ما له اي علاقة بالمسيحية وكان تعاملهم معنا همجيا ووحشيا وهددون بالضرب والتعذيب قالوا لنا يجب عليكما ان تدليا بالمعلومات التي نريدها منكما وإلا سنبرحكما ضربا الى ان تبسقا الدم ونحن كنا خائفتين ولم نكن نستطيع ان نفعل اي شيء او نتكلم او حتى ان نصلي وحينها بدأنا الصلاة بالالسنة والرب حقا اعطانا قوة وقتها وبعد ذلك احتجزونا في زنزانة وكنا يجب ان نبقى في الحجز لخمسة عشر يوما بعد ذلك ارسلونا الى سجن افن الذي كان مشهورا جدا نعم اذا كنتما محجوزتين بنفس الوقت نعم اليوم نفسه هل كنتما تخدمان معا في الخدمة ولهذا السبب يعتقلكما معا في اليوم نفسه نعم كنا نعيش معا حسنا اريد ان اسمع منك يا مريم ماذا كان رد فعلك عندما بدأت تواجهين ذلك الاضطهاد هل اتوا ايضا الى بيتك كيف بدأ الامر معك كما تعرفين انا ومارزيا كنا نعيش معا في البيت نفسه وبقينا معا لثمان سنوات كنا نبشر الناس ونوزع انا جيلة كثيرة وكنا نقيم اجتماعا كنسيا في بيتنا الخاص ايضا وفي الوقت الذي اعتقلنا فيه كنت انا في البيت انتظر مارزيا لكي تأتي الى البيت من قسم الشرطة وعرفت ان شيئا ما قد حدث لاننا اشتبهنا بالاتصال الذي طلقته مارزيا في ذاك الصباح كانت حوالي الساعة الرابعة من بعد الظهر حين سمعت جرس الباب يارون وسمعت صوت مارزيا واناس اخرين خلف الباب فنظرت من ثقب الباب ورأيت مارزيا وثلاثة مفتشين يقفون خلف الباب لم اكن قادرة على فعل اي شيء لانني كنت مصدومة فلم افعل شيئا فقد فتحت الباب وقلت لهم مرحبا فدخلوا الى البيت وفتشوا بدقة كل شيء واكتشفوا كل الاناجيل واقراسا عن فيلم يسوع المدمجة واخذونا معا الى قسم الشرطة كان ما حصل في الواقع صدمة لنا في اليوم الاول وفي الاسبوع الاول لكن بعد الاسبوع الاول الرب قوانا لاننا كنا نصلي لاجل بعضنا والروح القدس اعطانا قوة كبيرة تعلمين لنكون قويتين وبعد عدة اسابيع فهمنا ان الذي يحدث لنا هو مشيئة الرب ولاننا كنا في السجن استطعنا ان نرى معجزاته كل يوم ففي الاسابيع الاولى كنا نصلي لاجل تحريرنا كنا نريد ان نخرج من هذا السجن وهذا الوضع السيء خصوصا اولى 14 يوما من دخولنا المعتقل كما سموه كنا محجوزتين في طابق تحت الارض الوضع كان مروعا لم نكن نريد ان نبقى هكذا لكن بعد اسابيع رأينا كيف عمل الرب بين السجناء وكنا تماما مثل الادوات بين يدي الرب وبعد عدة اسابيع لم نعد نصلي لاجل اطلاقنا بل كنا مسرورتين لاننا كنا بين يدي الرب وكنا نصلي من اجل مشيئة اذا حرمت ما من حقوقكما فيما خص ايجاد من يدافع عنكما هل كان هناك اوقات حيث فكرت ما وقلت ما ليتني لم افعل ذلك نعم كان لدي يوم واحد فقط ولم اشعر بحضور الرب في ذاك اليوم فقد كنا في الحبس الانفرادي ولم نكن معا لانهم فصلون لاجل المساءلة والتحقيق كما تعلمين كنت مع امرأة اخرى وقد كانت سجينة سياسية وكانت مسلمة وفي يوم نهضت من النوم ولم اكن اشعر بحضور الرب كان ذلك امرا محزنا جدا وكان هذا اسوأ تجربة مررت بها والقانون لم يكن يسمح بالتكلم بصوت مرتفع ابدا وانا وقتها لم اكن اهتم باطاعة القوانين فقط اردت وقتها ان استرد علاقتي مع ابي السماوي وبدأت اتكلم بالالسنة بصوت عال جدا وزميلتي في الزنزانة كانت خائفة جدا فقالت لي ارجوك يا مريم كوني هادئة وإلا اتى الحراس وانزل بك عقابا لكنني اردت فقط ان اكمل ذلك واتذكر انني بقيت ارنم بالالسنة لساعة وكنت ابكي جدا وكنت اضحك في الوقت نفسه وبعد الساعة استطعت ان اشعر بحضور واضح للروح القدس علي في السجن وحتى ان زبيلتي في الزنزانة وهي مسلمة شعرت بحضور الرب قبل ذلك علمتها بعض ترانيم العبادة وهي قالت لي استطيع ان اشارككي ونرنم معا تلك الترانيم فقد حفظتها مني جيدا وكانت مستعدة لترنيمها معي كانت متشجعة جدا ولم تعد خائفة فيما بعد ابدا فرنمنا لأكثر من ساعتين ولم يأتي احد من الحراس لم يأتوا ولم يعاقبنا احد وبعد ساعتين احسست بفرح وسلام كبير والرب قال لي انا معك لا تخافي انا معك كل يوم حتى ان لم تشعر بحضوري لا تهتم بشعورك فانا ساكون معك كل يوم كوني متأكدة رائع وانا سمعت عن سجن ايفن عدة مرات واعرف انه مكان مخيف جدا هل لا تخبرانا قليلا عن وضعكما وايضا عندما قرأت كتابكما علمت ان هناك عداء بين سجناء الذين كانوا معكما صحيح؟ اه يمكن ان تخبرانا قليلا عن ذلك عن الاوضاع نعم اعتقد ان السجن ايفن هو تعبير حقيقي عن منظاهر الهيمنة التي في يد آية الله وسيطرتهم فوق ايران وهذا السجن مشهور بالاعتقالات والاختصابات والتعذيب وحتى قتل اناس ابرياء كثيرين يوجد اناس كثيرون ومفكرون ومثقفون وعباقرة كالاطباء موجودون في السجن منذ البداية في اليوم الاول على وجودنا في قسم الشرطة وفي قاعات المحكمة وفي الوقت الذي كنا فيه في التحقيق كانوا يحاولون اقناعنا بان ننكر ايماننا والمسيح ويحاولون كما قالت مارزيا اقناعنا باننا مازلنا شبابا يافعين وغير بالغين بعد لنقبل المسيحة وحاولوا اقناعي بهذا انا ايضا واضافوا لقد خدعتما ولا تعرفان ماذا تفعلان وفي اليوم ذاته دعوا ايضا دكتورا كان يعلم في الجامعة واستجوبونا مرة اخرى ونحن لم نكن معا فطلب مني الدكتور ان احكي له عن اختباري وما حصل معي وهذا ما فعلته بالتحديد ولاحظت ان دكتور الجامعة والمحققين كانوا يسمعون اختباري ويفكرون في كلام الذي اقوله وفي التحول الذي شهدته اعتقد ان اولئك الناس مقفلول ذهن ومتحيزون جدا مثلا ذاك الدكتور كنت احاول ان اتحداه واحاول ايضا ان اخبره عن ايات موجودة في الانجيل ولانني اخبرته انني لا اتبع الدين ولا احد اجبرني على ان افعل اي شيء لانني كنت التقيت بيسوع قبل ان يكلمني احد عنه او حتى قبل ان اذهب الى الكنيسة لانهم حاولوا ان يسألوني ان ذهبت الى مبنى الكنيسة ان انا رأيت الكنيسة فعلا وكان هناك بعض الاثارة وانت تتمتعين بالعبادة في الكنيسة لكنني قلت لهم انا لم اذهب الى الكنيسة فقد التقيت يسوع قبل ان اذهب الى الكنيسة التقيت به في غرفتي عندما كنت وحيدة وعندما كنت اتكلم معه عن ايات من الانجيل وعن نعمة يسوع ومحبته فهمت ان قلبه كان مقفلا تجاه النعمة والمحبة والرحمة فقال لي ان كنت فردا في عائلتك لما كنت انتظرت قرار المحكمة بل كنت قتلتك بنفسي فقلت له من الافضل لك ان تقرأ الانجيل وعندما تقرأه سوف تقارن بين الانجيل وبين القرآن وعندئذ سوف ترى الفرق يسوع يتكلم عن النعمة وعن المحبة لكن في القرآن نرى انه يتحدث عن الانتقام وعن الحرب يتكلم عن الحرب وعلى سبيل المثال هناك نساء يجب ان يبقينا فترة اطولة في السجن بسبب حكم الشريعة الاسلامية بسبب الاحكام الخاطئة التي توجد في القرآن مثل الزواج المؤقت الذي هو واحد من هذه القوانين الخاطئة التي في القرآن وهكذا بسبب الاحكام الاسلامية يمكن ان يقضينا كل حياتهن هناك لكنه اصر على القول انا افضل الايات التي في القرآن انا افضل الانتقام بدلا من محبة ونعمة يسوع ولم استطع ان اقول له اي شيء اضافي لانه رفض ولا يريد ان يقبل نعمة يسوع ومحبته هو فضل ان يبقى في هذه الاحكام وفي الانتقام هو اختار ان يطيع الاحكام الاسلامية قلبه مغلق على استقبال النعمة كيف عمل رب وسط كل هذه الاحداث واخرجكما من السجن؟ نحن متيقنين اننا كنا في السجن وقتها حسب مشيئة الرب ففي داخله صادفنا فرصا عظيمة والسبب الثاني هو في الواقع دعم المسيحيين لنا بالصلاة من كل انحاء العالم هم دعمونا اما بالصلاة وايضا بارسال الرسائل لنا في السجن وهذا كان مشجعا جدا لكلتانا وهذا ايضا كان يجعل الحكومة الايرانية غاضبة جدا وسمعنا ان منظمات عالمية اخرى مثل الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وبابا الفاتيكان كانوا يدعموننا وبابا الفاتيكان ارسل رسائل الى حكومة ايران والحكومة الايرانية كانت تحت ضغط كل هذه المنظمات وكانوا يعرفون ان اناسا كثر من جميع انحاء العالم كانوا يراقبون الظلم الذي وقع علينا في السجن لذا كان عليهم ان يطلقوا صراحنا ليظهروا للعالم اننا نتمتع بحرية دينية في ايران وهذا ليس صحيحا وكما تعلمين يوجد مسيحيون كثر يقبعون في المكان السيء هذا وهم يعانون من اجل ايمانهم نعم اذا في يوم اطلقوكما اتوا وفتحوا الابواب امامكما هل حدث الامر هكذا؟ مرزيا شرحت ذلك لقد اطلقوا صراحنا بسبب ذكى الضغط الدولي وبسبب دعم المسيحيين لنا اجبروا على اطلاق صراحنا كان من المفترض ان يعدمون شنقا لكنهم كانوا مجبرين بسبب الضغطات العالمية على ان يطلقوا صراحنا ففي يوم اتوا الى السجن وقالوا لنا انتم حرتان تستطيعان الذهاب وجلبوا بعض الحلويات والاكل لذيذ الى السجن وحاولوا ان يعتذروا منا وقالوا لنا عندما تخرجان من السجن يجب ان لا تجتمعا باحد يجب ان لا تريا اصدقائكما المسيحيين وان لا تذهبا الى الكنائس وهددونا بذلك وقالوا ستبقيان تحت المراقبة انتما ونشاطاتكما ولا تقديران ان تفعل ما تريدانه ابدا وهكذا ذهبنا الى البيت ولكن لم نستطع ان نغدر ايرانا لاننا يجب ان نبقى فيها لمدة ستة اشهر لاجل القضية هم في الواقع اطلقونا ارادونا ان نهرب من ايران قبل جلسة محاكمتنا الاخيرة لكننا صلينا وقررنا ان نبقى لاجل انتهائها لاننا لم نكن نريد ان نهرب من بلدنا وفي الجلسة الاخيرة حضر خمس قدات وكنا مستعدتان للرجوع الى السجن مرة ثانية ومستعدتان ان نجيب على اسئلتهم مرة ثانية لكن اعتقد ان هذا كله مخطط له وفي القاعة لم يسألون اي اسئلة بعض القدات ارادوا ان يسألوا اسئلة وكانوا ينظرون الينا بغضب كبير لكن رئيس القدات لم يدعهم يسألوا اي سؤال وطلب مننا فقط ان نوقع على بعض الاوراق الرسمية لكن واحد من القدات قال لنا في المرة القادمة لن يكون اطلاق سراحكما بهذه السهولة وهددنا ايضا في الجلسة الاخيرة بعد عشرين يوما من محاكمتنا الاخيرة سمعنا من المحامي بان قضيتنا في المحكمة قد اقفلت ونحن الان يا حرتان لم يستلم اي كتاب او وثيقة تؤكد حريتنا بل علم شفويا باننا حرتان وبعد ذلك بعشرين يوما غادرنا ايرانا نهائيا مارتي ارجع بالحديث اليك بعد هذا الوقت الصعب جدا والعظيم في نفس الوقت ماذا اعلن لك الرب ماذا تعتقدين ان كان قصد الرب بشأنك عندما تنظرين الى الوراء الان ما كان الرب يفعل برأيك هل كان يعزز ايمانك ماذا كان يفعل في حياتك انا اؤمن بان ايماني قد اصبح اقوى في الفترة التي كنت فيها في السجن وحصلت معي عدة اختبارات من الرب واستطعت ان ارى معجزاته بين السجنات وبين حراس السجن وهذا كان مشجعا لي وساعدني على ان انموى في ايماني واؤمن بان هذه كانت مشيئة الرب لقد ارادنا ان نكون في ذاك السجن في ذلك الوقت كان للرب مقصد من كل ذلك اي من ابقائنا في ذاك السجن اتذكر بانه من اربع او خمس سنين قبل اعتقالنا راودني حلم كلمني رب فيه وقال لي ماريزي انت سوف تكونين في السجن يوما من الايام لذا انتظرت ذلك وكنت متأكدة من ان رب لديه هدف لم اكن اعرف ما هي خطته او هدفه ولماذا ولماذا كان علي ان اختبر ذلك لكنه كان علي ان اجتاز ذلك ووثقت بالرب وبان ذلك كان من مخططاته رائع مريم سؤال اخير اريد ان اسألك اياه يوجد اناس يشاهدون هذا البرنامج الان وهم مؤمنون بالمسيح وهم يمرون بالصعوبات والاتهاد بسبب ايمانهم ربما ليس بهذا الشكل المتطرف الذي مررت ما به لكن بنظرهم الامور عصيبة وصعبة جدا ماذا تنصحينهم وماذا تريدين ان تقول لهم سواء اكانوا متهدين من قبل عائلاتهم ام من قبل مجتمعهم وحكومتهم لاجل المسيح اود ان اقول في البداية اننا كلنا بشر ويجب ان نتقبل ذلك كلنا لدينا نقاط ضعف لسنا ابطالا ولسنا منطينة اخرى ابدا كل ما لنا هو من الرب القدير ونحن اختبرنا هذا في السجن اعترفنا باننا ضعيفتان جدا وخصوصا خلال الاشهر الاولى وعرفنا اننا من دون الرب وحضوره المقدس نحن لا شيء ابدا ولا يمكن ان نتحمل ان نبقى يوما واحدا في السجن لكن من خلال اختباري تعلمت ان اثق بالرب وبقدرته وانا في السجن وتعلمت ان اغفر لاعدائي وتعلمت ان اعيش مع الرب وتعلمت ايضا ان اسمع له واستمع لصوته كلنا نجتاز ونختبر صعوبات في حياتنا وهذا امر حسن هذا امر جيد على ما اعتقد تعلمنا نحن الاسنتان من اختبارنا والشيء الذي الذي اريد ان اقوله لا اريد ان اقوله على سبيل نصيحة بل هو نابع من اختباري وهو ان نحن وضعنا ثقتنا بالرب وسمعنا له فسوف يقودنا في طرق رائعة وهو لديه خطة لاجل كل فرد مننا لذا يجب علينا ان نتعلم كيف نثق به وبخطته لا ان نكمل سيرنا في الظلمة لكن علينا ان نضع ثقتنا الكاملة به رائع سؤال اخير لك ايضا مارزي ان كان لديك صلاة واحدة لايران طلبة واحدة تريدينها بشدة من اعماق قلبك لايران فماذا تكون من اجل ايران انا دائما اقول للناس بان ايران هي بلدنا ولنستطيع ان ننسى بيتنا وبلدنا ونحن نحب ايران وشعب ايران ونعرف ان في ايامنا هذه ايران مخطوفة على يد هذا النظام لكنني اصلي لتصبح ايران في يوم من الايام بلدا يتمتع بالحرية وان ينال شعب الايراني الحرية واصلي ايضا من اجل ان يمتد ملكوت الله في بلدي نحن دائما نخبر الناس بان جزءا من قلبنا قد بقي في بلدنا اذ لا نقدر ان ننسى بلادنا ونرجو ان يوما ما ايران ستتمتع بالحرية والايرانيون يعيشون الحرية والشباب الايرانيون يكونون في الجامعات بدل السجون وان يكون للمرأة حقوق متساوية وعادلة وتكون لدينا حكومة عادلة نزيهة ونؤمن بان هذا سوف يتحقه في المستقبل اشتركوا في القناة